اشتركوا في القناة اما بعد سعادة الرئيس المباشر والهلور الجميل المشرق انقلوا اليكم تحية وتحنئة من قلب يغمره الهب والاهترام ونبضي خافق وكيف لا انا بن الكرام والسلام والمجد دين الاسلام ربي الله صمد تقوم الدنيا ولا تقعد من اجل تطبيق قضية سخيفة والتصديرها الى امتنا و الى اسوتنا و الى قلوبنا وعلينا ان نضع القدود الحمرار الى تلك الدعايات المؤامرات اناس يتكلمون عن المساواة ويتفيهقون عن الهيادية ويتشدقون عن القيم فاين ديننا فاين ديننا نحن من كل حال الرجات فكم صدعوا عوسنا بتلك الصيهات والصرحات وكم اشغلونا وكم اشغلونا بتلك الشيارات والنعرات وكم ابهرونا وكم ابهرونا بتلك المسيرات والملاهرات لكن دين الفطرة ابا ليغلأ لأولئك الاوغاد وقد قال الله ازوجل فاقم وجحك للدين حنيفة نعم يا شباب الامة لقد سمئنا كثيرا ان اولئك الذين ينشرون السور الماجنة ويتجمعون تحت ألبية قوس قزه الملونة ويتعبدون المادية والجنسية ويعيشون على المتعة والنزوات فيومهم خمر وليلهم قمار اشغلتهم ما بين الشرة والركبة شذوذ فوق شذوذ ومتعة تطلوها متعة ومثلية ايما مثلية هذه الظاهرة شنيئة للأسف انتشرت وفعلت في الدنيا اللفائي ينظمون مسيرات المجد ويا ليته كان مجدا ويحتلون شواره ويلتسقون على كمسان نجوم الكرة ويتلمؤون على الشاشات الأفلام فيوهون من خلالها ان الدنيا تتورت وتغيرت وتلونت وتفننت ولا يدركون ان الروح الحياة البشرية وجريانها تعطل وتوقف وان الفطرة البشرية ترفض هذه الفكرة الدنية بتاتا فإلى اي تجاه فإلى اي تجاه يذهبون بنا هؤلاء اللبراليون الذين يصفون انفسهم بالتنبيريين بالنحضبيين اي تنبير وراء هذه الهرية المتلقة واي نحضة نرجوها من هذا القتار الذي خرج المساره وإلى اي شاطئ توسلنا هذه السفينة التي فقدت بوصلتها التاريخ ينكرهم والحاضر خسمهم والقادم أجهى وأمر أحبتي وإخوتي اللبرالية التي وعدت البشرية بالهرية المتلقة والتقدمية المرسلة والمتعة المجردة أصبحت تتسكى وتضيء البوصلة يوما بعد يوم بينما يوجه الإسلام أجمل الرجود والهلول وهو الهل والبديل من لدن الملك الجليل وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وآخ دعوتي الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الرحمة والبركة